الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات واحد أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة اثنان أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمة كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة أي يجب حفظها ثلاثة أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة